السلام عليكم ورحمة الله يعطيكم العافية جميعا معكم مهندس خالد النجار من قناة بين أد بيبر عدنا اليكم من جديد ببداية جديدة وان شاء الله انها تكون اقوى وافضل من الاشيء اللي تعودتوا علي من قبل في هاي القناة انا ما رح اشرح شيء في هذا الفيديو انا الفيديو هذا عامله بشكل سريع علشان احكي عن شغلتين الشغل اللي اللي بدأ احكي عنها انه انا بعتذر عن انشغالي طيلة هاي الفترة اللي كانت فعلا طويلة لكن الوقت للامانة ما كان سامح اني اتابع القناة لكن زي ما بيحكوا كل تأخيري فيها خيرة فراح تشوفوا بالقناة الفيديوهات اللي رح تنزل رح تكون فيها اسلوب عرض الشرح مطور بشكل افضل ان شاء الله رح يصير فيه متابعة حثيثة بتنزيل الى الفيديوهات رح يصير في عندي فيديوهات اسبوعية ان شاء الله على حسب الوقت اللي عندي يعني ممكن يوم يوم لا او ممكن كل يومين ممكن كل يوم ما بحد بيعرف ممكن على حسب الوقت اللي اللي بيكون مسموح لعندي ان شاء الله فما رح يصير ينزل فيديو والله واغيب شهر او نزل فيديو بعد اسبوعين ثلاثة انزل التكملة لا رح يكون الموضوع ان شاء الله في يوم متابعة حثيثة هاي الشغلة الاولى الشغلة التانية طرق التواصل اللي بينه وبينكم لأنه في العاونة الأخيرة الأغلب كان يتواصل معي وما أقدر أني أستجيب أو أني أرد عليه لأنه كنت رابط القناة ببروفايل الشخصي رابطها برقم هاتفي الشخصي وهذا يعني حسيت أنها كانت شوي غلطة فعملت صفحات جديدة رح يصير فيه بينه وبينكم التواصل من خلالها إن شاء الله في قناة على صفحة على الإنستجرام للقناة صفحة جديدة سويتها على الإنستجرام اللي هي طبعا رح تشوفوا بالدسكريبشن أسفل الفيديو الوصف رح أحط فيه اللينكات لهاي الصفحات الجديدة عارفين طبعا أنتو شو لازم تساووا عليكم بالفولو أوكي وبالنسبة لصفحة الفيسبوك عليكم باللايك بالفولو كمان تمام فهاي هي صفحة الإنستجرام صفحة التويتر أيضا نفس الاسم هذه هي صفحة الفيسبوك طبعا صفحة الفيسبوك هي نفسها نفسها ما تغيرت لكن غيرت المسمة تاعها صارت pinandpaper.edu بالنسبة للإيميل الإيميل هو pinandpaper للي بدي يبعت لي إيميل pinandpaper.edu at gmail.com بالنسبة للثلاث صفحات الإنستجرام والتويتر والفيسبوك رح حط زي ما حكيت اللينكات تعيتهم على الدسكريبشن أسفل الفيديو فبيجي حد بحكي لي طب خلص ليش ما عمل أنا سبسيكرايب للقناعة ومنها بعرف انت شو بتنزل بصير لكن هي هاي صفحات مهمة ليش مهمة عشان تعرف أنا شو رح أشتغل رح أصير أحكي فيهم مثلا أنا في هذا الأسبوع رح أشرح عن هذا الموضوع رح أشرح عن هذا الموضوع ترقبوا هذا الموضوع وهكذا ممكن أصير أنزل فيه أسئلة من غير حل أنتوا تحلوها أشوف كيف أنتم تمارسوا الموضوع بعد ما أنا أكون شارح فيديو معين تشركوني أرأكو اقتراحاتكو بموضوع أشرحه يعني الصفحات زي ما حكيت مهمة لهاي الأشياء اليوتيوب بس بقاعد بنزل الفيديو تمام فبس هذا اللي كنت بدي أحكي لكم بهذا الفيديو يعطيكم ألف ألف عافية